السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم كده يرين اشخباركم كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال في هاد الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة والعطق من النار اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير مسمى على شكل محنشا كيجي راقي جدا من ناحية الشكل ايضا غا نحضروه بحوشوة لديدة بالكفتال بصل والجبن فكيجي راقي من ناحية الشكل ايضا من ناحية المدق الي عجباتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتو ما زال ما اشتركتوش في القناة وعجبوكم الوصفات مرحبا بكم اشتركو وما تنسوش تفعلو الجرس باش توصلو دائما بجديد الوصفات يلا مشيو نشوفو المقادير وطريقة تحضير سوف نبدأ بتحضير العجين لانك يحتاج وقت باش يرتاح انا اخذيت 250 جرام ديال الدقيق الابيض مع 125 جرام ديال الدقيق الفينو دائما كندير هاد الكمبينازون يعني كمية الدقيق الابيض النصف ديالها فينو وكنضيفو معاه شوية ديال الملحة وكنجمعوه بما بارد الفينو بالنسبة الناس اللي ما كيعرفوش هو الدقيق الاصفر في الجزائر كيسميوه سميد ناعم غادي نضيفو المحة حتى نحصلوه على عجين يكونش يدرسوه ما يكونش جاري وفنفس الوقت ما يكونش قاسح بزاف بحال الحاجة حتى ما نقدروش ندلكوه غادي نوضعو هاد العجين قبل ما ندلكوه في بلاستيك غدائي ونخليوه يرتاح واحد شوية من بعد إلا كان عندكم الوقت ما كانش عندكم الوقت فقد دلكوه مباشرة ندلكوه مزيان وتقطعوه كويرات وتخليوه يرتاح بعد ما ارتاح العجين واحد شوية تقريبا عشرة ولا خمستاشر دقيقة كنخرجوه من البلاستيك وكندلكوه أنا لاحت أن العجين عندي قاسح بزاف لأن الفينو كين نوع لي كيشرب بزاف فاضفت ليه شوية ديال الما ضيفو الما غير بشوية بشوية مشي بزاف انتوما كيما كتشوفوه فالعجين ما قاسح شوفوه في نفس الوقت مشي رطب بزاف غادي ندلكتوه دبا غادي نرجعوه البلاستيك الغدائي ونخليه يرتاح كندهنوه بقطيرة ديال الزيت فهاد العملية كتعطينا واحد العجين لي سهل جدا في التوريق فكنكروها واحد جوج او لا ثلاثة ديال المرات على حساب الوقت اللي عندكم لي ما عندوش الوقت يدلكوه مرة واحدة ده دلكام زيانة من بعد يقطعوه كويرات ويخليه يرتاح قبل ما يبدأ عملية التوريق من بعد ما دلكنا العجين مزيان كنقطعوه كويرات كيما كتشوفوه غا نغطيه ببلاستيك غدائي ونخليه يرتاح لمدة ساعتين ضروري ساعتين باش يجينا سهل في التوريق هي من الاحسن وغا نمشيوه في هاد الاثناء نحضروه لحوشوه غا دين ناخدوه البصله نقطعوها قطع صغيرة بزاف انا قطعتها هنا بالالة الموندولين وغا دين نديروها في مقلات مع شوية ديال الزيت ونخليوها تشحر حتى الدبال ممكن انكم تقطعوه البصله غير بيديكم المهم انها تكون نرقيقة بزاف من بعد ما شحرنا البصله حتى الدبالت كنفرغوه ما كان في المقلات كيما كتشوفوه وكننزلوه فيه الكفتة الى لاحظنا ان المقلات ناشفة ما بقاش فيها الزيت كنزيدو شوية ديال الزيت فاشغة تشحر لنا هاد الكفتة ثم اغنضيفه معلقة صغيرة ديال لاصوس سوجة شوية ديال البزار الفلفل الاسود شوية ديال سكين جبير شوية ديال كامون والفلفلة حمرة حلوة وممكن اللي بغي يدير الفلفلة حمرة حارة وغنضيفه ايدا تومة محكوكة ومعالقة صغيرة ديال التوابي الاربعة اللي هي زعتر وزعتر وازير فكيعطيه واحد نسمة رائعة لهاد الحشوات الى توفروها التوابي الاربعة ما توفروش ممكن استغناء اليها ثم اغنضيفه شوية ديال الملحة وغادي نحاولو نخلطو هاد المكونات كلها ونحاولو ان الكفتة ما تكونش قطع كبيرة وغادي نخليوها تشحر واحد شوية فالكفتة ما كتاخدش وقت في الطياب وضروري ان هاد الحشوات تكون ناشفة مزيان من الماء قبل ما نخدمو بيها من بعد في اخر مرحلة غادي نضيفو زيتون مقطع وقزبرو مع النوس ايضا مقطعين انا نضفت معاهم واحد شوية ديال الكرافز سفيو وكنخلطو واحد جوج دقيق او لا دقيقة فقط وكنطفيو النار ونخليو الحشوة ديالنا تبرد تماما بعد ما بردت الحشوة كنضيفو عليها الجوب نمحكوك ونخلطو من بعد غادي نبداو نورقو المسمن ديالنا باش نعمروه كناخدو شوية ديال زيت وكندهنو سطح العمل فاش غا نخدمو وهنا غا نعطيكم واحد لاستوس الى القيتو ان العجين مازال ما ما تطلقش يعني جاكم صعيب انكم تورقوه يعني بقي قاسح كنناخدو واحد جوج كويرات او لا ثلاثة كنبسطوهم واحد شوية ونخليوهم جانبا واحد جوج ديال دقيق فهالطريقة كتخليهم انهم يطلقوا لنا بسهولة من بعد نبدو عمليات التوريق وقبل ما نبدو باول مسمنا فكناخدو مسمنا وحدة اخرى جديدة كورة ديال العجين نبسطوها وكنحطوها في بلاس اللي غادي ناخدو وكنستمرو بهالطريقة فكلة وحدة اخدينها كنعودوها بكورة اخرى جديدة وما كنجيو فين نوصلو لها باش نورقوها حتى كالقوهات تلقات مزيان ولا تساهلة وكنبدو نورقو اول مسمنا بسطنا كيما كتشوفو دائما سطح العمل كندهنوه بالزيت ونحاولو ان الكيمياء ديال الزيت اللي كنستعملوه تكون قليلة باش مايجيناش لمسمنا تقيل ثم كنبدو نجبدو العجين كنديرو ايد دينا من تحت العجين وكن نجبدو كيما كتشوفو غير بالشوية باش ما يتقطعش فهالطريقة كتخلينا اننا نورقو العجين مزيان بلا ما نحتاجو كيمياء كبيرة ديال الزيت يعني كيجين مسمن ناشف ثم غنطويو المسمنا على اربعة بالطريقة العادية اللي كنحضرو بها المسمن كيما كتشوفو وغادي نخليوها ترتاح وندوزو المسمنا التانية كنورقوها بنفس الطريقة دائما ندهنو سطح العمل بالزيت ثم ندهنو لوجه ديال المسمنا ديالنا ونقلبوها صافيا ما غنبقاوش نضيفو الزيت دابا غادي نجبدو العجين غير بشوية فكل ما كان العجين مدلوكم زيان ومرتاح فكتجينا هادة العملية سهلة بزاف منسوش الجناب حتى هوا ما نورقوهم ثم غنطويو المسمن على اربعة بها الطريقة غنستمرو حتى نكملو المسمن اللي عندنا كلو وغنبدو باول المسمنة حضرنا ندهنو سطح العمل بالزيت ونحطوها ونحاولو نبسطوها كنحاولو نعطيوها شكل ديال مستطيل كنزيدو لها في الطول وايضا حتى في العرض ولكن الطول كيكون شوية اكتر ثم كناخدو الحشوة اللي ناخدو قطاع ديالبيتزا وغادي نقطعوها بهالطريقة دا كتولوت الاخير ديال المسمنة كنقطعوها لشكل اشريطة من بعد غادي نحطو الحشوة في الجزء العلوي ونحاولو ان تكون مسافة ما بين الحشوة وما بين البلاسة اللي قطعنا تكون ما مقطعاش ضروري لانا باش ماللي غن نرولي والعاجين نسدوهم زيان على الحشوة قبل ما نوصلو لهديك البلاسة اللي مقطعا هذه هي البلاسة اللي خصصها تبقى ما مقطعاش كنجمعو العجين ديالنا بهات الشكل ونرولي والعاجين صافي سدينا دبع الحشوة مزيان وغادي نكملو حتى الاخر العجين صافي وغادي نشكلوها على شكل محنشة كنلفوها بهات طريقة طريقة سهلة جدا وهاد البلاسة اللي بقى سمحلولة غنحاولو نسدو على الحشوة ديالنا كنضغطو واحد شوية عبيد دينا وكنحطوها في صافيحة لي كتدخل الفرن انا فرشت ورق الطبخ في الصافيحة فكيجي شكل ديالهم جميل ومختلف على الشكل العادي غادي ناخدوهم سمنا واحدة اخرى ونطلقوها واحد شوية بنفس طريقة ثم غادي نحطو الحشوة كيما كتشوفو في الجوز العلوي وغادي ناخدو قطاع ديالبيزا اولا غير سيكين وغادي نقطعوها ديالجوز السوفلي نقطعوه قريبا تولوت في العجين على شكل اشريطة ونلفو هاد المكان يبقى ما مقطعش اللي قبل الحشوة مباشرة باش نسدوه مزيان على الحشوة قبل ما نوصلوه البلاسة اللي مقطعة سفيو غادي نلفوها على شكل محنشة من بعد غادي ناخدو اصفر بيضاء اولا جوج على حسب الكمية ديال المسمن اللي عندكم غنضيفو لها شوية دياللا سوس سوشا ونطربوها مزيان ثم غادي ندهنو المسمن اللي حضرنا فكيما كتشوفو انا حطيتو في صفيحة اللي مفرشة بورق طبخ الفران ديالنا في هاد الاثناء يكون سخون مزيان غنضيفو المسمن ديالنا ثم غنضيفوه للفران على درجة حرارة اقل من المتوسطة حتى يطيب ويتحمر ونخرجوه وغادي يكون هادهو الشكل النهائي ديال طبق ديالنا ديال اليوم كنتمنا الوصفة تعجبكم وتتجربوها بصحة وراحة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة